يا قناة النادي الاهلي اللي بتطلع تقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل بكل مصداقية وبكل امانة زي ما قلت لحضراتكم انا مننبارح للنهاردة منهم بعض الاهلوية ولكن انا بالنسبة لي الاهلوية على دماغي وكل الناس على دماغي لكن انا اقصد ان الاهلوية ممكن يكونوا بس مجدودين او حاجة لكن في بعض حتى الاهلوية يقولك ايه يا عم الاسلام بقى وانت حتفضل تطبل وتفضل تنفي يا جماعة والله انا لو معرقه راجل بيتمرنهم تتمرن العادي يعني طيب اللي انا بقوله ايه ان يعني الناس عملت تقول لي يا اسلام يعني بعض الناس يعني بيقولولي يا انت عملت دافع انا ما بدفعش انا بقول حقيقة هذه هي الحقيقة ولما يطلع واحد كان موجود في الاجتماع اللي انا قلت لحضراتكم عليه وكان قاعد جنبي بالمناسبة او جنبنا يعني حولينا يعني فيطلع ويتكلم على يا الخطيب اصله الخطيب ده مش عارف ماله مش عارف يدير عشان جايب بيرسي تاو بملايين عشان هو عنده اصابة مزمنة وفي الاخر الموضوع كله طلع في شينك زي ما حضراتكم شايفين كلها محاولات للتشهير والتشكيك ومن كتر هذه المحاولات انا بطلع ارد انا بحاول اواجه كل هذه المحاولات البعض اللي بيحاول يقلل من اعلام النادي الاهلي اديكو شفتوا حضراتكم انا عارف ان جمهور الاهلي عارف هذا الكلام ولكن اديكو حضراتكم شفتوا لبعض من لا يشجع النادي الاهلي اعلام النادي الاهلي عامل ازاي واعلام النادي الاهلي هو اللي بيطلع صح في النهاية زي الادارة لما بتاخد قرار في الاخر كجمهور الاهلي بتكتشف وغير جمهور الاهلي بتكتشف ان القرار ده صحيح هي ادي النقطة بس اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم ان من خلال قناة الاهلي ومن خلال الموقع الرسمي تقدر تاخد اخبار النادي الاهلي في كل شيء مرة تانية وتالتة